تحت رعاية سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية قامت الكنيسة الإنجلية الوطنية احتفالية بعنوان دعاء من أجل السلام بكل لغات العالم بحضور القس هاني عزيز رعي الكنيسة الإنجلية الوطنية إلى جانب عدد من رجال الدين من ممثلي مختلف الديانات والطوائف والمذاهب في البحرين وأكد وزير التنمية الاجتماعية في كلمته خلال الاحتفالية أن تنظيم الكنيسة لهذه الفعالية بصورة دورية على أرض مملكة البحرين يترجم ما تميزت به البحرين عبر تاريخها العريق من تسامح وتنوع ثقافي وديني لكافة الديانات التي تعيش على ترابها بكل حب وتألف في ظل الرعاية السامية لجلالة الملك المعظم والدعم اللامحدود من سمول العهد رئيس مجلس الوزراء لترسيخ مبادئ العدل والمسواه بين كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة من مواطنين ومقيمين وأشار العصفور في هذا الصدد إلى أن البحرين وطن للجميع وتشكل أنموذجا يحتذا في ترسيخ الانفتاح الاجتماعي وحرية الفكر والدين والمعتقد من جانب أكد القس هاني عزيز أن واقع الحريات الدينية التي تعيشها البحرين إيجابي بكل المقاييس وذلك بقيادة عاهل البلاد المعظم والذي يدعم الحوار بين الأديان والحضارات وأصفا تجربة البحرين في التعايش والسلام بين الأديان بأنها ثرية ورائدة ترجمة نانسي قنقر